السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من فنون نجارة الأساس نجارة الأساس احنا اتكلمنا فيها في حلقات سابقة ان علم كبير جدا مهنة ممتازة نقدر ان احنا نستفاد منها من خلال البرنامج في تنفيذ بعض المنتجات طبعا نجارة الأساس بتشمل كل ما هو أساس سواء في البيت أو في المكتب أو في الكرة الصياحية أي مكان انت بتروحه بتتعايش فيه بتلاقي ان نجارة الأساس جزء مهم جدا من تكوين المكان اللي انت موجود فيه يعني مثلا لو هنلاقي في المنزل هنلاقي قط النوم هنلاقي الأنتريه هنلاقي الصلوم هنلاقي المطبخ لو في مكان عملك هتلاقي المكتب المكتبة كل ما هو جاهز لشغلك أو معادل شغلك مصنوع من الأساس طب الأساس الخشبي أو نجارة الأساس علم كبير جدا نقدر نستفاد به في الحياة التطبيقية بشكل كبير جدا يعني لو احنا عندنا طالب تعليم فني ممكن يستفاد منه من خلال دراسته الثلاث سنين أو الخمس سنين معنا في التعليم الفني لو وليه أمر في البيت أو واحد عادي عايز يتعلم مهنة المهنة دي مهنة ممتازة وليها خطوات وليها أسس لو احنا اتبعناها بحرفية هنقدر ان احنا ننتج شغل ونقدر ان احنا نتعمق فيها من خلال برنامجنا بنقدم أفضل الطرق ان احنا بنوصل بها الطريقة لتنفيذ قطع الأساس النهاردة هنتكلم على منتج مهم جدا وهو المناضد اللي هي التربزات لا غنى لأي منزل أو مكتب من المناضد أو التربزات التربزات متعددة الأشكال ولكن الفكرة بتاعتها سابتة طيب عشان نتكلم عن المناضد هي موجودة في البيت أو في المكتب أو في أي مكان أو في مطعم في أي مكان انت بتتواجد فيه لازم المنضدة سواء منضدة الكتابة أو منضدة الصفرة أو المكتب فكرة واحدة برضو الفكرة بتاعت المناضد عشان تتعلم تعمل منضدة لازم تابقى عارف مقسات أخشاب عمليات التنفيذ الخطوات بتاعتها هنتكلم فيها بشكل أو بآخر النهاردة بحيث ان احنا نبسط لك المعلومة عن التركيب الصناعية عن مقسات الأخشاب عن بعض العمليات التي تجرى لتنفيذ العملية المناضد وفي نهاية الحلقة ان شاء الله هنتكلم فيها بشكل مفصل بشكل عملي عن طريق فيديو تعالى نشوف مقسات الأخشاب معنا النهاردة أول حاجة نتعرف عليها الصنوبر الأصفر أو الموسكي أو السويد كلهم يا جماعة مسمى واحد أو حاجة واحدة يعني في السوق بنقول عليه الموسكي الناحية الأكاديمية بتاعتنا بنقول عليه الصنوبر الأصفر أو السويد طيب أول حاجة هنتكلم على ألواح السويد الطول بتاعها بيبدأ من 150 ل7 متر 20 بالزيادة 30 يعني 150 180 210 240 270 3 متر 30 3 متر 60 وهكذا لغاية السابعة متر 20 طيب العروض بتاعتنا بتاعت الأخشاب بتبدأ من 7.5 إلى 30 بزيادة 2.5 يعني 7.5 10 12.5 15 17.5 20 وهكذا لغاية 30 تعال نتكلم على وحدة البيع بنقول عليها وحدة البيع بالمتر المكعب تمام؟ طيب السمكة عندي بتاع الخشب قلنا 1.9 2.5 3.1 3.8 5 6 3.7.5 طبعا يا جماعة المقاسات دي بتاعت السمك دي تستندرد ما بدرش نغير فيها تمام؟ طيب تعال نتكلم على خشب الأخشاب الصلبة زي الزين أو الأرض طبعا عندنا زين أحمر وزين أبيض عندنا أمريكي طبعا المنشأ بتاعه أمريكا أو أوروبا نوع الخشب عندي قصاير قصير وسط طويل طب القصاير من إمتى؟ بتبدأ من المقاس بتاعها أقل من متر بتسمى قصاير طيب من متر المتر وسبعين بتسمى قصير من مية وتمانين لتلاتة متر وستين يسمى وسط تلاتة متر وستين فأكثر يسمى طويل طيب عرض الخشب بيبدأ من عشرة لخمسة وعشرين السمك بتاعه من اتنين وستة تلاتة واثنين أربعة سنتي خمسة سنتي ستة سنتي سبعة سنتي تمانية سنتي تسعة سنتي عشر سنتي والمقاسات دي تستندرد طيب أنا هيفيدني في إيه الجدول دوت في الناحية العملية مستر الجدول دوت هيفيدك إن انت تبقى عارف وانت بتنفذ الحاجة دية أنا هروح أشري الخشب إيه الأطوال المسموحة لية إيه العروض المتاحة لية إيه السمك إن أنا أقدر أجيبه طيب عندي أرو نمساوي وعندي أرو ياباني طبعا المنشأ بتاعهم وسط أوروبا واليابان وأمريكا السمك عندي قصير ووسط وطويل قلنا أقل من متر دوت القصير ومن متر الـ 170 دوت الوسط ومن 180 لـ 350 دوت الوسط أما من 3 متر فأقصر فدوت الطويل طيب تعالي نتكلم على العرض بتاعه مع عارف الشراء لـ 25 بزيادة سنتي يعني 10-11 لغاية الـ 25 طيب السمك بتاعه زي الزين هنقول 2-6-3-2-4-5-6-6-7-8-9-9-10-10 طيب الوزن مهم جدا إن أنت تبقى عارفه ولكن هو مش يفيدنا بالناحية العملية بس عشان تبقى عارف الكسافة بتاعت الخشب اللي أنت هتشغل بيه إزاي الزين سواء أبيض أو أحمر المتر المكعب بتاعه بيعمل 740 كيلو إلى 850 كيلو في المتر المكعب يعني المتر المكعب بيعمل من 740 لـ 850 كيلو جرام في المتر المكعب أما الأرو فبيعمل من 820 لـ 900 طيب الأرو أتقل طبعا من الزين ونقول علي من الأخشاب الراتنجية العالية جدا طيب كده عارفنا الأخشاب الصلبة والأخشاب اللينة تعالى نخش بقى على طريق التجميع الشكالات الجانبية مع الشكالات الوسطى في المنددة نبص على الشكالات كده يعني إيه الشكالات الشكال دوة ده اسمه شكالات وسطى خلاص ماشي ودية الجانبية طيب المنددة ديت احنا في ظهر الأمر شايفينها بسيطة ولكن لها تركيب صناعية لازم نبقى عارفينها كويس جدا عشان نقدر ننفذ المنددة اللي قدامنا ديت المنددة ديت بتتكون معانا من أربع أرجل ماشي وشكالات وسطى وعوارد عوارد عرضتين وقرصة 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 تعالى نبص على التعشيق اللي هي ركبة بيها هنا هنا ده اسمه كعب غنفاري جرار بيدين اللي بنجمع بيها لإيه الشيكالات اللي هي شايفينها تحت ديت اللي هي المسند وبتعمل على توازن التربيزة وحفظ تماسك التربيزة بشكل كبير جدا طيب القرصة طبعا كونتر أو خشب طبيعي مش هتفرق معي ولكن أهم حاجة عندي التقفيصة التقفيصة يا جماعة التركيب الصناعية مهمة جدا 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 عشان أقدر أنفذ أي تربيزة الشكل طبعا مش هيفرق معي سواء مستديرة أو مستطيلة أو مربع الشكل مش هيفرق معي خلص حتى لو أشكال اللي هي الأشكال الهندسية ومسدسة أو شكل متمن الطريقة واحدة بتاعت التركيب الصناعية بتاعتنا طيب قادي رجل اتنين تلاتة أربعة رؤوس عرضية الشكلية التجميع دي التجميع دي اللي بنستخدم لها طبعا يا جماعة ما كان لإما الطريقة اليدوية لو أنا لسه في بداية الطريق بستخدم حاجة اسمها زاوية كوستيلا وي بستخدم أزميل وبستخدم طبعا سراء الظهر وي الأدو عشان ننفذ التعشيئة دي سواء في النقر أو اللساء طبعا مع نسبة ميل الغنفار طبعا لو أنا مبتدئ أو الكلام ده كله ممكن أعملها نقر ولسان عادي جدا أو أعمله كعب غنفاري مش غنفاري بقى كعب جرار من غير الغنفاريات دي عشان تبسط معايا الدنيا شوي طيب تعالوا نبص على شكل القطاع بقى بتاع الأرجل بقى بس من فوق بص دية الرؤوس الطولية قادي الرجل قادي تعشيئة النقر واللسان تعشيئة القرصة طبعا ده قطاع أفقي للمنددة بنقدر نشوف فيه الجزء دوت وإحنا قطعينه طبعا إحنا بنحاول نوصل كل ما هو مخفي قدام أي حد عايز ينفذ بحيث أن ييجي في التنفيذ تبقى العملية بسيطة طيب تعالوا للجزء دوت الجزء دوت إحنا اللي عاملين عليه دايرة دوت ده تجميع المرة الطولية مع العرضية مع الرجل طيب تعالوا نبص هنا هنلاقيه نقر واللسان غير نافد على زاوية 45 بص دوت بيقابل دوت بالشكل دوت بنلاقيها فين يا جماعة بنلاقيها في قعدة كرسي كمان يعني مش في المناظر بس ده بنلاقيها في كرسي كمان إن انت بتعمل النقر واللسان ده بالشكل دوت ده طبعا الرأس ربعة بتاعة الكرسي التربيزة وبتبدأ تعمل لها النقر بتاعنا بتبدأ إن انت تنفذ اللسان بتاعك بالطول اللي هو بنقول عليه تلتين السمك وبيبدأ يتقابل مع الرأس سواء الرأس الطولية العرضية مع الرأس الطولية مع زاوية 45 طبعا الزوم اللي احنا عاملينه دوت بيوضح لك إزاي احنا بنقطع طبعا ده اللي احنا شايفين دوت قطاع أفقي قطاع أفقي لكنك قطعت المنددة بشكل أفقي دي طريق تجميع أرجل المنددة مع تقفيصة القعدة طب تعالوا نبص على النقر واللسان بقى بيخش ازاي هنا بص الرجل هي داخل النقر واللسان بالشكل دوت وداخل في الرأس الطولية والرأس العرضية عشان يتقبل ده مع دوت خلاص ده طبعا منظور بيوضح الرأس وهي مفقوكة وهنا الناحية التانية وهي متجمع ده المنظور بتاعنا ويادة دخلة بتاعة النقر واللسان ده طبعا بالحجم الطبيعي زاوية 30-30 طبعا ده منظور عادي جدا بنبصله من الشكل دوت طبعا ده قطاع أفقي بنقدر نشوف بعد ما قطعنا الجزء دوت نشوف التجميع بتاعة الرأس الطولية والرأس العرضية ده طبعا برضو شكل تاني لشكل الأرجل ماشي طيب تعالوا نبص التربزات كلها فكرتها واحدة ولكن توسيلة التجميع بتاعتها مختلفة يعني تعالوا نشوف أول طريقة دية بنقول تثبيت الأرصة على شامبر القعدة بلقمة معدنية مسبتة بالمصمار البوربة من الداخل يعني أنا دلوقتي جبت الراسة هيت وآدي الأرصة عملت إيه؟ جبت لقمة معدنية ومسبتها في الراس نفسها تمام؟ وبعد كده سبتتها بمصمار بوربة في الأرصة تمام؟ طيب تعالوا نخش على نوعية تانية فكرة تانية إحنا بنقول الأفكار دي كلها عشان أي طريقة نسبك في التنفيذ نفذها وإنت الدولة هتبقى معك كويسة جدا طيب تعالوا نبص بدل ما أخذ اللقمة الخشبية اللي بعدها هاخد عكسها النحة التانية هي دية؟ مش هي دية يا مستر؟ قالك لأ إن دية أنا لو عايز أعملها دية من الداخل دية من الخارج يعني أنا عايز أعمل نفس اللقمة ولكن من الخارج أنا بدل ما أعملها من جوة دية الرفرفة بتاعت التربيز وده القشط لأ دي أنا عملتها من الخارج طبعا دية وسيلة تجميع واحدة ولكن طريقة التنفيذ مختلفة طيب تعالوا نقول إن أنا عندي طريقة تانية لقمة خشبية هي اللقمة دية طيب المقاسات دية انتهى شغال كده وتقول لي دية لقمة خشبية ودية خصة معدنية ومقولت ليش المقاسات اللي أنا أقدر أشتغل عليها إيه واللي أنا أقدر أنفذ أنا طبعا هشرح لك كل دوت بالتفصيل في مخطة التفصيلي دلوقتي ليه تنفيذ التربيزة ولكن هقولك وإحنا شغالين المقاسات اللي إحنا شغالين ديت عليها إيه ده طبعا كونتر ده كونتر أبناءنا الطلبة لما بنيجي نعلمهم نقولهم إن دوت إشرة أكومية وديت سدايب ودوت إشرة أكومية تاني 2 ملي وبعد كده صنط ونص ما بين السدابة والسدابة طبعا إنت في غنى عن الكلام دوت إحنا بنفهمك إزاي بتتنفس بس طيب الكونتر دوت هتجيبه بواحد وتمانية هتجيبه تنين واثنين هتجيبه اتنين مش هتفرق معي كتير طبعا الأشاط دوت براحتك برضو عايز تخلي 8 ملي عايز تخليه 1 سنط إحنا الناحية الأكاديمية بتاعتنا بتقول إن دوت من 8 ملي لـ 1 سنط طيب الميرا ديت قد إيه مستر الميرا ديت طولها السمكة بتاعها دوت 2 سنط 2 سنط طب الطول بتاعها قد إيه الطول بتاعها على حسب العوارض بتاعتك بتاعة التربيزة يعني هنقول ان ديت مثلا ممكن تبقى 5 ل 6 سنت خلاص الطول بتاعها انا عامل هنا اختزال لان انا مش هعمل هنا بالحجم انا عاملها بالحجم الطبيعي بس هعمل اختزال بحيث ان انا وضح لك التركيبة الصناعية بس بتاعتها طيب اللقمة بتاعتنا ديت كم في كم قالك ان اللقمة ديت 1.5 في 3 طيب بتخش قد ايه هنا يا مستر بتخش التل بتعمل مفحار في قلب المرة الطولية او العرضية وبتبدأ تعمل الجزء دوت زي لسان بيخش في قلب المفحار يعني ده الجزء دوت بتعمله مفحار على مكانة الايه الحالية على مكانة ايه الصينية كل ديت مكينات تقدر تنفذ الكلام اللي احنا شايفينه دوت تمام طيب وبعد كده بتثبت اللقمة بعد ما تدخلها بمصمار برمة طيب في طريقة تانية وطريقة سهلة انت كده بتعقدها لنا انت مرة تقول لي خوصة وانت مرة تقول لي لقمة طيب في طريقة تانية بتعمل خدش ميل كده وبتبدأ تثبت بمصمار عادي جدا 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 ديت ابسط طريقة طبعا احنا شايفينها قدامنا ان احنا لو انا انسان بسيط وعايز نفس طرابيزة ما تقوليش بقى لقمة ومقاساتها وانا مفحار طب انا ما عنديش مكانة طب انا اعمل ايه بحطة سراء ضهر او سراء سحقة بتقدر ان انت تعمل نسبة الميل بتاعتها طب نسبة الميل ديتا ديه طبعا احنا ابناءنا الطلبة لما بنجي ندرس لون بنقول ديت زاوية 60 وديت زاوية 30 وبتبدأ تقطاعها انت طبعا ممكن تعملها على اي زاوية بحيث ان المنصمار يدخل ارشان لي وطبعا ما زودش في نسبة الدخلة بتخش التلتة على حد اقصى عشان ما تقللش من تخانة الميلة العرضية او الطولية طيب تبقى على الطريقة تانية طريقة ديت بسيطة جدا بتجيبش نيور وبتبدأ تخرم الميلة الطولية وبتبدأ تسبت بمصمار برموضية من الطرق البسيطة جدا برضو اللي ما فيهاش اي مشكلة اللي احنا بنقول عليها طريقة بسيطة جدا بتعمل سوق بالمشن يور وبتبدأ تسبت بيه القرصة دي كلها طريقة تسبت قرصة على الشامبر نفسه على التقفيصة نفسها طبعا وضيت طبعا قلنا عليها اللي هي اللقمة المعدنية تعال الزاوية طبعا الزاوية دي بتتباع جهزة في السوق ممكن تجيبها بتقوم بسبت مصمار هنا ومصمار هنا ومصمار هنا وبتبدأ اللقمة الزاوية المعدنية دي بتجيبها باي شكل اين كان سواء زاوية قايمة او بالشكل اللي احنا شايفينه دوت كلها ولكن كلها واحدة ولكن الاستخدام واحد يعني كلها بتأدي الغرض واحد تمام وضيت برضو من ابسط الطرق طبعا طريقة بتاعت اللقمة دي بنقول عليها طريقة المحترفين شوية طيب المقاسات المناسبة من الواح الخشب السويدي وهي الخشب اللي انا هنفس بيه هعمل الارجل مقاس من عرض اتناشر ونص وصمك ستة وثلاثة تمام طيب القرصة والميرا مقاس عرض عشرين في اتنين ونص سنتي تمام تعال نشوف الجدول بقى اهوة عاملين عشان تقدر تنفذ الترابيزة باحترافية جديدة جدا بتاخد الجدول دوت وتبدأ تقول انا عايز ارجل قد ايه عايز قرصة قد ايه عايز ميرا طولية قد ايه عايز ميرا عرضية قد ايه وهبدأ اعمل لك تفصيل الكلام اللي احنا شايفينه دوت طيب خشب السويد قلنا اتناشر ونص في تلاتة وستة ده اسم الصنف اللي هو الخشب اللي احنا هنجيبه طبعا خشب السويد دوت اللي هو خشب الموسكي او سنوبر الاصفر طيب هنفذ منه عدد اساس اللي انا شايفه بعناية قد ايه قال لي اربع ارجو طب ايه ده عدد القطع الاتنين دي قالك طب ما انت هتجيب خشب العرض بتاعه اكبر وهتبدأ شقه الاتنين هتطلع لي رجلين يعني اللي اربعة دولة هتطلع لاتنين هنطلعهم من حتتين قطعة هنجيبها كبيرة هنجيبها انيشقها اتنين خلاص يعني احنا هنجيبها من مقاس كام 13 اللي الاتناشر ونص ديت هتبقى وهي غشيم 13 طب التلاتاشر ديت انما نجيو انيشقها هتطلع لي اللي هي قطعتين اللي هي 6 و3 طيب تعال له القرصة قال لي القرصة انا محتاج عدد اساسي اتنين يعني لحين طيب يطلعوا من كم قطع هيطلعوا من أربعة هنطلعوا من أربعة قطع خلاص يعني العدد الأساسي اللي أنا شايفهم بطريقة اللحام بجمع لحام ده اللي أنا شايفه قدامي ولكن هيطلعوا من أربعة قطع أربعة في خمس عشر هتطلع لبتلاتين أربعة في عشرين هتطلع لتمانين على حسب ما أنا عايز طيب الطول بتاعي ده هو مية وعشرين يبقى هتطلعها من أربعة حتة تلاتينات أربعة في تلاتين بمية وعشرين طيب العرض بتاعي عشرين هنا اتنين ونص طيب اتنين مرة طولية أنا محتاج اتنين عدد أساسي اللي أنا شايفهم اتنين بس هتطلع من كم قطعة قطعة واحدة أعمل لها شاء في نص العرض برضو هتطلع لي قطعتين طه عندنا اللي هي الطول بتاعنا هيبقى مية و تلاتاشر في عشرين في اتنين ونص طيب اتنين مرة عرضية خلاص هنطلعها من قطعة واحدة الطول بتاعها اتنين وسبعين العرض بتاعها عشرين اتنين ونص طبعا هنا الناحية دية أنا بوضح لك فيها اللي هي في الملاحظات ان أنا بشق خيط عشان يطلع لي الحتتين دولة حتة واحدة القطعة دي بتطلع لي حتتين القطعة دي بتطلع لي حتتين الاربع قطعة دول طلعين من حتتين بعد خيط في نص العرض طيب تعال نشوف المخطط التفصيل بتاعي المخطط التفصيل بتاعي اهوت زي ما احنا شايفين الطول بتاعي 80-80-20 يبقى كلها 180 اللي هو الطول بتاعي خلاص في عرض 12.5 تمام يبقى أنا عايز لخشب السويد مقاس 180 في 12.5 في 3.2 لتفصيل الأرجل طيب يبقى أنا محتاج 180 في 12.5 في 6.3 أن نتضربهم على الآلة تطلع لي 1 من 10 أو 1.4 من 10 سنتيمتر مكعم طبعا نفس المخطط بالنسبة لخشب السويد هنطلع منه قطعتين يلزم 2 قطعة هندرب المقاس بتاعه وتنفيذ الأرصة طيب أنا حابب قبل ما نخش على بقية التربيزة أن احنا نتكلم على جزئية مهمة جدا وهي طريقة أن انت إزاي مستر بتقول لنا مخطط تفصيلي وإزاي بتشرح لنا جدول وإزاي أنا أفهم الكلام دو بمجرد أن انت بتاخد الجدول وبتبص لعدد الأساس وعدد القطع عدد القطع عدد الأساس اللي أنا شايفه بعديه أنا شايف التربيزة كام؟ 4 أرجل طب هتطلع من كام؟ هتطلع من 2 هشق الخط في نص العرب هتطلع لي 2 طيب هدي أرجع لجزئية تانية وهي أن أنا إزاي أعمل المخطط التفصيل بتاعي بشكل يوضح أن أنا في الشغل التاعي ملجأشي لي استعانة بأي نجار ولا أي حاجة أنا ببص على الشغل التاعي ببدأ أعمل المخطط بتاعي ببدأ أقسم ببدأ أن أنا أدرب الكمية بتاعتي ببدأ أطلع الناتج اللي هو أطلع دوت واروح عشان المغلق أو المكان بتاعه اللي أنا بشتري منه الخشب ما يتحكشي علي أو يقول لي أن أنت مش فاهم بقول له أنا عايز مثلا قطعتين مقاس كذا في كذا في كذا طبعا بمجرد أن أنت بتخش المكان وانت فاهم المأساة اللي هي موجودة المؤتاحة بتبدأ تعمل مؤيستك بتبدأ تفصل على ورقة خارجية وانت رايح المغلق بتاع الخشب أو مكان اللي أنت بتشتري منه الخشب ماشي بتبدأ أن أنت تقول له أنت عندك أطول في الموسكي قد إيه يقول لك أنا عندي أطول لا أنا فاهم أن أنا عندي أطول قد إيه أنا عندي الطول بتاعي بيبدأ من 150 ل7 متر 20 بزيادة 30 يعني إيه الكلام دوت يا مستر قال لي يعني أنا لو عندي حتة 170 هجبها من حتة كام 180 حتة كام 180 تمام يبقى أنا عندي مهم جدا أن أنا أبقى فاهم المأساة بتاعتي بشكل كبير جدا بوضح فيه أن أنا مش رايح مغلق الخشب بشتري أي حاجة كده وخلاص تفصيل الميرة الطولية والعرضية طبعا الميرة الطولية هي الميرة العرضية وديت الفضلة اللي احنا بناخدها طيب أنا عندي هنا الطول بتاعها 2 متر و 10 على حسب الأطول المتاحة عندي خلاص يلزم 2 متر و 10 فيه 20 فيه 2 ونص ببدأ أدربهم وطلع الناتج عشان أبدأ أفاهم أشتغل كم سنطي من المتر المكعب طبعا الكمية المطلوبة بجمع ده كله ببدأ أن أنا أدرب على قلتي وأنا رايح أشوف أنا هشتري قد إيه من المتر المكعب وأبدأ أن أنا أتعامل معا طبعا تقول بعد القصة دي كلها هم 3 سنطي تقريبا من المتر المكعب لتنفيذ الميرة الطولية والميرة العرضية والعارض والقرصة طبعا القرصة ممكن يا جماعة ما تعملهاش باللحمات ممكن تعملها بطريقة خشب الكنتر تعالوا نبص على طريقة تنفيذ المندضة هنا زي ما احنا شايفين هنا عندنا مكنة الصينية ببدأ أقطع زي ما احنا شايفين كده دي كتلة الخشب اللي احنا جبناها ودي الجزء الثاني بتاع الميرة العرضية والميرة الطولية كده أنا عملت اتنين ميرة عرضية دولة اتنين ميرة عرضية واثنين ميرة طولية ببدأ أكمل بقية شغلي على ممكنة الصينية زي ما احنا شايفين برضو أنا كده عشان امكانية ان انا افصل الاركل بتاعتي هي الدية اللي احنا بنتكلم فيها شاء خط في نص العرض اللي احنا بنتكلم عليه ده حتة واحدة هي اللي حتة اللي احنا كنا بنكلم فيها في الجدول ازاي حتة واحدة يا مستر وبطلع مينة حتتين اهو ده شاء خير خلاص في نص العرض يبقى حتتين همت واحد اتنين طلعت كم معيه طلعت اربع قطعة تعالوا نبص على طريقة التنفيذ اهدية الميرة الطولية والميرة العرضية بنبدأ ان احنا ناخدها على مكينة الربو دي ات مكينة بتاخد وش وحرف عندي قبل ما دخلها على مكينة التخانة المكينة دي ات من المكينات المهمة جدا في شغل النظارة طبعا عملت مسح وش وحرف معي بالشكل اللي احنا شايفينه دوت تمام بنبدأ ناخدهم بعد كده طبعا بنعمل الاجزاء بتاعتنا تكون لها حتى الارجل ده بتعمل عملية استعداء الوش وحرف عشان تبقى الاجزاء بتاعتين نضيفة قبل ما دخلها على مكينة النقر واللسن ماكينة الربو يا جماعة من المكينات المهمة جدا في النجارة اللي هي لاغينة عنها بتقدر تعمل عمليات كبيرة جدا وبتقدر ان هي تساعدني بشكل كبير جدا في نظافة المنتج زي ما احنا شايفين الارجل الطولية الارجل هي تمام بتبقى الرجل ربعة بنقول عليها شكل ربعة مربعة تمام طبعا لو انت عايز تعملها مسلوبة والكلام ده كله بتفرق معي دي ماكينة اسمها ماكينة اتخانة طب يا مستر انا ما عنديش ماكينة اتخانة ولا الكلام ده كله طبعا عندي ماكينة فارة اسمها فارة اللقط وفارة الربو والنص الربو بتقدر تعمل معي الشغل اللي بتقدر تعمله المكن معايا دو طبعا انا لو مبتدئ في النجارة لسه جديد بنقدر ان احنا نروح مكنة ونبدأ نفصل عندها الشغل دو بس ببقى فاهم انا بعمل ايه بقولهم ساحلي او قطعلي الكلام دوت على المكنة لو انا عندي اكتر من ترابيزة طبعا انت لو شغال في البيت هتقدر ان انت بالعدد اليدوية تنفذ الكلام اللي احنا شايفينه دوت طبعا مكنة تحدد للعروض والتخانات بتاعة الاخشاب بشكل دقيق جدا اهيت عملنا قدامنا الرؤوس العرضية والرؤوس الطولية ببدأ دخل الارغول برضو عشان تبقى مظبوطة في الطول والعرض والسم اهيت اندخلها مرة تانية احنا كده زبطنا ناحية بتلزبط الناحية التانية برضو كده بقت ربعة بالزبط زي ما بيقول الكتاب زي ما بنقول تمام وهكذا الاربع ارجل بنبدأ ننفذهم بنفس الطريقة خلاص بعد ما عملنا الاربع ارجل والمرأة الطولية والمرأة العرضية بنبدأ نخش على حاجة اسمها التقصيب التقصيب دوت على مكنة الصينية ببدأ اشيل الزوايد بحيث ان بص المحدد بتاع العلام اللي احنا شايفينه في الفيديو قدامنا دوت بيبدأ يحددلي الاطوال بتاعتي اهو دوت محدد الاطوال بص وهبدأ احدد اهيئة بص على نفس الشغل بتاعي اهو ده اسمها عملية التقصيب التقصيب دوت مهم جدا يا جماعة ماشي بيبدأ يزبطلي الاطوال بتاعتي بص المحدد بتاعي اهو شايفينه اهو بيحددلي الاطوال والعروض بتاعة حتة الخشب اللي انا هبدأ استخدمها معايا في تنفيذ المندبة تمام برضو نفس الكلام بالنسبة للشكلات مكنة الصناعة جماعة من المكن المهم جدا اللي احنا نقدر نستعين به فيه تقطيع وعمل مفحير وعمل اه 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 افريز بيعمل معانا شغل كبير جدا طبعا احنا ضربنا حاجة اسمها مفحار اهوة بعد خمسة سنتي ببدأ الرجل برضو عمل لها عملية تقصيب ده الرجل ده اهم عملية فيها عملية التقصيب طبعا بص هنا احنا مرفعين بقدر ان امكان سلاح الصينية بحيث ان يجيب اطول حاجة عندي فيه الخشب في عملية التقصيب اه دي الاربع ارجل اتقصبوا باقوا بالزبط بالملي قد بعض بالزبط ببدأ اعيس الرؤوس الطولية في الارجل هتخش قد ايه امت النقر بتاعي طبعا عملت هنا الجزء وحددت الجزء ده بعملية المفحار ان احنا عملناها عشان نبدأ نعمل عملية النقر واللسان بص المنقر هو ادخلنا على المكان ارقام 3 او 4 فيه الشغل بتاعنا عملية النقر بقى النقر ده انا ممكن استغنى بحاجة اسمها المنقر اليدوي ببدأ ان انا احدد بالشنقار وببدأ ان انا اشتغل هنا دخلنا بيبدأ المنقر يخش جزئية جزئية تمام عشان يعمل عملية النقر طبعا في عندي 3 مكينات من النقر عندي النقر زيادة البنطة اللي هي اللي احنا شايفينها وفيه الرقصية اللي هي عايزة عاملة زي المتقاب وفيه الجنازير اللي هي بتستخدم في معانا في الانتاج الكمي القالي اللي هي الماسكان برودكشن اللي هو الشغل الكمي لو انا عندي كمية بقدر ان انا استخدمها ديت مكنة بنقول عليها مكنة الحلية مكنة الايه الحلية مكنة حلية ديت من المكن المهم جدا عندي في النجارة برضو احنا كده لاستخدمنا كم مكنة يا جماعة ده طب عمل ايه عملنا ايه على مكنة الحلية عمل عشان هعمل نقر ولسان بروكب عدلة بص مكنة الحلية تقوم بوظيفة مهمة جدا معايا بقى وهي كسر سوكة الخشب كسر سوكة الخشب بص سوكة الخشب تكسرت معايا بقت عامل ازا شكل البنبيه هنا بشكل كبير جدا بتقدر تساعدنا هنا برضو نفس الكلام بالنسبة لو ارجل طبعا كسر السوكة في الحلية ممكن اعمل حلية تانية جاية او بقصتوم او كوشخان او اي ان كان نوع الحلية اللي انا هعملها او موجة عدلة او موجة مقلوبة الشكل انت عايزه بتغير الحلية من هنا من عمود الكساتير وبتبدأ تركب الحلية اللي انت عايز تنفس بيها بشكل كبير جدا تعال هنا الاربع ارجل هنا خلاص اتحلوا بجميع الاتجاهات بتاعتهم هنا بعمل عملية الشرح بتاع اللسان بص عملية الشرح اللسان ببدأ ان انا اطير جزء اهوت طيب هنا بقى محتاج ان انا اعمل رجبة هنا خلاص كده حددت العرض بتاعي تمام ممتاز ابدأ اخد الاربع عروض بتاعتي ديت وهبدأ اطير جزء هنا هنزل به خلبي كده وهطلع به رجبة اسمها رجبة عدلة اهيت اللي احنا شايفينها قدامنا ديت اسمها ايه رجبة عدلة بنزل عشان تركب على الشفة اللي احنا عملنا لها مفحار ديت بص بقى التركيب النقر واللسان هنا اهوت رجبة مصطرة رجبة مصطرة معانا ما فيهاش اي غلطة ايه مفيش ولا من اللي فيها زيادة بص الرجبة بتتعمل ازاي خاد اهوت عمل لها عملية تفتيت انا ممكن طبعا دوت بسراء السراء او السحقة سراء الظهرة او السحقة قدر اعمل بهم الكلام دوت بعيد عن الماكنة طبعا اتعاملوا كلهم بروجب عدلة زي ما احنا شايفينها هم تمام ببدأ بالمبرد بتاعي انظف الاجزاء بتاعتي طبعا هنا بنشرح كسر السكب في الخشب بالشكل دوت طبعا دي بتتعامل بالمبرد او على الحلية الحلية طبعا ليها دور كبير جدا في تجميل والمشغولات بتاعتنا بشكل كبير جدا بص هنا بتكسر معي السكة بتخليها رائعة ولا هي عرضة للتشليع ولا اي حاجة خالص مهنة النجرة جماعة من المهن الجميلة جدا اللي هي فيها فنة ومهارة عالية جدا وتقدر تشكل في قطعة الخشب زي ما انت عايز ببدأ طبعا اعمل عملية سقل وتنعيم لقطعة الخشب بتاعتي عشان ابدأ اجهزها لي عملية التجميع هنخش عملية التجميع فيما بعد دلوقتي ده اسمه صاروخ دي الماكينة رقم خمسة نستخدمه طبعا ممكن استبدل ده كله بالعدد اليدوية زي السنفرة اليدوية او كلام ده كله ده بتفرق معنا كتير جدا يا جماعة طبعا هنا هادي الميرا الطولية وهادي الميرا العرضية وكلهم اتعملوا طبعا احنا بنجيب هنا غير اسمه غير ابيض فيه انواع كتير في السوق منه زي الاوكي ببدأ ان انا اجمع زي ما احنا شايفين هو ده هنا دية الميرا الطولية دية الارجل طبعا لازم احطهم على امطة او زرجينة زي ما احنا شايفين دية اسمها زرجينة او امطة خلاص بتقمط الشغل ببدأ اعمل لها حاجة اسمها زاوية 45 عشان اقدر ان انا ابقى شغال صح اللي احنا بنعمله دوت عملية تزبيت لي او زيادة امان لعدم حرقة الرجل نفسها بص بنعمل لها حاجة اسمها خبور ده الخبور شايف انت الخبور دوت ده خبور اسمه خبور خشبي خبور خشبي ونبدأ ان احنا انطهاروا دلوقتي بالمنشار بص القبور الخشبي بنبدأ ان احنا انطهاروا بسرق ده سرق اسمه سرق انطهارنا القبور بنبدأ ان نصنفر مكانه كأن شيئا لم يكن طبعا بعد ما عملت عملية الزاوية او الزاوية 45 طبعا احنا عملنا هنا اللي هي الميرة سواء طولية او عرضية في الاربع ارجل بعد ما بتنشف ببدأ افك جزئية ديت وابدأ اركب الميرة الطولية لو عملت العرضية الاولي بقيت ديت الطولية تمام نفس القصة ونفس السيناريو ببدأ ان انا بحرص جديد جدا بدخلها عن طريق اه حتة خشبة عشان ما الخشب ما يجرحش معايا بحرص كبير جدا طبعا طالما شغال صح بيبدأ الشغل بتاعي كله يطلع بشكل مهزب تعال هنا ببدأ اعمل عصر لقطعة الخشب او المنتج بتاعي تعال هنا ننفذ الشيكالات بتاعتي والعوارض اللي تحت نفس القصة اللي احنا عملناها في اول الحلقة بتبدأ تقيس اطولك فيه محدد عندك فيه الصينية اهناك وهو ده بيحددلي الطول ببدأ بقى اعارف الاطوال بتاعتي وابدأ ان انا اجيب قطعة الخشب بتاعتي وابدأ اقسمها بتقسيم اللي انت شايفه قدامك دوت طبعا هنا هبدأ اجمع القرصة بطريقة اسمها طريقة اللحمات بص هنا ببدأ اخدها بقى على مكنة الربو وش وحرف عملت هنا الوش وبعد كده هاخد الحرف بتاعها تمام خدت الوش والحرف بتاع قطعة الخشب هبدأ اعمل عملية اللحمات الصناعية لنا قادر اعمل بيهم قرصة كاملة دي 6 قطع زي ما احنا شايفينهم ابدأ دخانهم على التخانة عشان يقاعد التخانات بتاعتهم بحيث ان المفحار مايرحلش معاني زي ما احنا شايفين كده مكنة التخانة بتشتغل بتحدد السمك بتاع الخشب بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه ابدأ ارسوم على التقفيصة اللي تحت ديت اسمها التقفيصة يا جماعة اسمها التقفيصة اسمها ايه التقفيصة خلاص بص بقى التجميع الصناعية ده اسمه زكر وانسة اللحم ده اسمه زكر وانسة اول ببدأ ان انا اعمل طبعا حتين الحرف هيتعمل لهم سواء زكر او انسة وابدأ اعمل عملية مفحار على مكنة الحلية بص 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 المفحار هنا مكنة الحلية بتعمل معاني المفحار بمنتهى السهولة اللي هو بنقول عليه الانسة اول طب الزكر هابدأ اعكس بقى الجزء اللي هو كان بيفضي في النص دوت هيبدأ يفضي من على الحروف بتاعتي رفع هيبدأ يأكل من تحت ويقل بحطة الخشبة تاني وياخد الجزء التاني عامل معايا اللسانه هو اه دي اللسان معايا بالشكل اللي انت شايفه دوت بقى دوت اسمه الايه الزكر بنبدأ نركبهم الزكر مع الانسة بحيث ان يتبقى قطعة واحدة ودية طريقة من طريقة اللحمات اللي احنا بنعلمها لابناءنا الطلبة لما بيخشوا عندنا التعليم الفني تمام دية هنعملها حاجة زي متاليت متاليت دية بتمسك الزوايا عندنا بالمصمار البرمة اه وبالغيرة طبعا بتفرق معايا بشكل كبير جدا طبعا مهنة النجارة جميعها بحرها واسع وحاجة في منتهى اه الجمال طبعا احنا عملنا القرصة هنا زي ما احنا شايفين جمعناها كلها بالحياة من الزكر والانسة طبعا اللحمات دية بتبقى متعكسة الالياب بتفرق معايا بشكل كبير جدا ببدأ ان انا اسبت من الداخل بمسمير البرمة طبعا بيختار الطول مناسب عشان ميظهرش معايا على القرصة طبعا بستخدم الغيرة في عملية التزبيت ده بيفرق معايا في عملية الطول دي اسمها حاجة اسمها المقشطة المقشطة دية بتبدأ تساوي معايا وبتبدأ تطلع معايا سطحة اكنه مية واحدة واكنها قطعة واحدة ببدأ استخدم المقشطة في عملية ازالة الزواج بتاعت الغيرة اولا وتنشيط قطعة الخشب طبعا بعد المقشطة ببدأ استخدم الساروخ لهذه الصنفرة زي ما احنا شايفين كده وممكن نقسر السوكة كمان بي الساروخ لو ما عنديش امكانية مكنة الحلية هنا بقت كلها السطح بتاعي متجانس زي ما انت شايف لكنه قطعة واحدة طبعا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست قطع لكنهم قطعة واحدة تعملهم قطعة واحدة ده مكنة الروتر اللي هي بنقول عليها بديل للحلية ببدأ احلي بيها او اقصر سوكت المنتج بتاعي بص بقى على الترابيزة هنا مكنة الروتر مكنة بتبدأ ان هي تاخد الحرف بتاعي بشكل كبير جدا اهوت ويبدأ يمشي على الحروف اللي احنا بنقول عليها بنعمل عملية حلية طبعا الحلية دي بتبقى جاية بخشخان او بسطوم اي ان كان اللي انت عايز تعمله في المنددة بتاعتك بيفرق كتير جدا معي بص كده احنا كده قصردة السوكة وعملنا حلية ده اسمها حلية كسر سوكة او شاطف 45 بتفرق معي كتير جدا ممكن استخدام لها صنفرة يدوية او المكنة او الكلام ده كله طبعا بتفرق معي بشكل كبير في الناحية الجمالية غير بقى براحتك في شكل حلية نفسه ادي المنددة بعد كسر السوكة بتاعتنا ادي الرؤوس الطولية و ادي الرؤوس العرضية بتاعتنا بص التقابل بتاع الـ 45 مع الـ 45 دي في غاية الاهمية بيفرق معي في المنتج بتاعي و في الشكل بتاعي دي طبعا مش هيختلف معي سواء سترابيزم مستطيلة او سداسية الشكلة او مستديرة نفسها فكرة واحدة طيب انا ممكن انفذ المنتج دوة يا مستر بعيد عن المكن ممكن تنفذه بعيد عن المكن طبعا احنا الحلقات دية يا جماعة بنقدم فيها ازاي ان انت تنفذ منتج من الالف للياء بالطريقة اليدوية طيب نرجع لموضوعنا تاني احنا شفنا يا جماعة المكن ازاي قدر ان هو ينفذ معنا تعالا نستعرض المكن بتاعنا اللي احنا استخدمناه و ازاي نبدل المكن بتاعنا دوة بيه العدد المانوال او العدد اليدوية طيب مستر احنا استخدمنا في الاول مكنة الشريط او مكنة الصينية المكن المخصص معي للقطع هو عشان تبقى فاهم المنظومة كلها بتاعت النجارة لازم نفهم يعني ايه عدد يدوية اقدر انفذ بيها شغل يدوي ماشي ويعني ايه مكن يقدر ينفذ معي شغل قالي طب انا لسه في بداية الطريق وعايز اتعلم النجارة ولسه يعني واحدة واحدة فنشرح لي العدد اليدوية بدايل هايه طب نشرح المكن الاول والبدايل بتاعه ايه خلاص طيب تعال ان المكن بتاع هنقسمهم لكذا ما جميعا المجموعة الاولى هنقول عليها مكينات القطع والنشر مكينات القطع والنشر طب ايه المكينات ديت يا مستر اللي عندنا المكينات اللي هي موجودة عندنا مكنة الشريط مكنة الصينية مكنة الاركت دولتا مخصصين بالقطع والنشر والتفريغ وكل حاجة خاصة بالقطع طيب المكن بتاع الشريط بيبدأ ان هو شق معي ويبدأ يقطع معي اطوال وعروض ومكن الصينية بيبدأ يقطع معي نفس العمليات ولكن ممكن يقطع معي بزاوية وممكن يقطع يعمل معي افريز وممكن يعمل معي مفاحير طيب البدايل بتاعتهم ايه للمكن دوت قال لي تعال للمكنة الشريط ومكنة الصينية عندي مكينات القطع ايه سحقة سراء ضهر سراء تمساح ايه سراء تمساح دو تمساح قال لي انا عايز اشقق ميلة طولية زي اللي في التربزة ديت اعمل انا ايه الميلة الطولية ديت عشان ابدأ استخدم سراء الظهر بتاعي ليه لمت معين يعني ليه لمت معين ليه مجال يقدر يمشي معي وبعد كده الظهر بتاعه بيعوق معي طيب انا عشان اشق قطعة طولها مثلا مية وستين سنتي استخدم ايه قال لي هتستخدم سراء اسمه سراء تمساح سراء جاي من واسع لديه لقدام تمام طيب ومن غير شفة او حفة لي الجزء المعدني اللي وورا دوت طيب بيعمل ايه السراء دوت يا مستر قال لي بيشق معي الاجزاء الطويلة من الخشب طيب سراء الظهر دوت ووظفته ايه قال لي انا عايز اعمل نقر ولسين او اقطع قطعة خشب قطع عرض تمام او اا اا اعمل شرح للاجزاء بتاع اللسين استخدم سراء الظهر طيب انا عايز حاجة خفيفة تقدر تخلص معي القصة ديت اا افضل من سراء الظهر او بديل سراء الظهر اللي قطع الشفف قال لي استخدم السحقة يبقى انا عندي سحقة عندي سراء ضهر عندي سراء تمساح يبقى الثلاث قطع دولت ممكن قطع واحدة لو انت استخدمها واحدة واحدة ممكن في ذات الامر استخدم قطعة واحدة من الكلام اللي انا شايفه ده طيب انا كده خلصت الجزئية بتاعت ان انا اقدر اشوق قطعة خشب او اقطعها او اعمل عملية شرح او الكلام دوت طيب انا عايز اعمل مفحار هعمل ايه؟ قال لي طيب نرجع تاني العدد للمفحار بقى لو انا عايز تعمل مفحار وخبالك في قطعة خشب او تعمل افريز عايز اعمل افريز اعمل ازاي؟ عايز اعمل مفحار اعمل ازاي؟ قال لي هتستعين بحاجة اسمها دفر ازميل منقار ازميل دفر منقار زائد العدد بتاعتنا الهادي اللي هي السحة او سراء الضار وهبدأ ان انا اعلم بيها طيب انا عشان اعلم محتاج ايه في العدد اليدوية؟ محتاج عدد علام طيب ايه عدد العلام اللي انا محتاجها؟ محتاج حاجة اسمها مشنقار شنقار فيه شنقار مفرد وشنقار مجوز انا في بداية الامر بيحتاج شنقار مفرد بس طيب انا ما عنديش امكانية ان انا اعمل شنقار او ان انا اشتري عدد المشاكل احنا بنحل كل المشاكل اللي تقف قدام اي حد مبتدئ عايز يتعلم نجاره ممكن اجيب محدد قطع الخشب واسبتها وابدأ اعمل جزء بتاع المفحار بتاعها اول اللي انا عايز احدد السمك بتاعه عن طريق مصمار اسمه مصمار شك طيب انا عملت جبت شنقار او عملت شنقار بديل الشنقار خلاص عايز زاوية الزاوية ديت بتبدأ تحدد للما ديت من ضن عدد العلان ان ما عنديش مكن منا احنا بنقول المكان وباديله يعني انا لو انا ما عنديش مكن مش اقدر ان انا اروح مكن او ما عنديش امكانية ان انا اعمل في مكن واعايز اعمل حالة منتج في بيتي ممكن اعمله بالطريقة ديت طيب تعالي نتكلم على الزاوية عندي نوعين من الزاوية حاجة اسمها الزاوية القايمة وفي حاجة اسمها الزاوية الكستيلا ايه الزاوية القايمة وايه الزاوية الكستيلا الزاوية القايمة هي اللي بتحدد معايا عروض الخشب هي قايمة بتجيب معايا قوائم وخمسة واربعين بس طيب أنا عايز أعمل الغنفير أعمل إيه أنا اللي هنستعين بحاجة اسمها الزاوية الكستيلا الزاوية الكستيلا ديه ليها عصفورة وليها دراع معدني وجزء خشب بدأ أجيب الزاوية اللي أنا عايزها على الزاوية كوستيلا تمام؟ زاوية 30 زاوية 40 زاوية 10 أين كانت الزاوية؟ يبقى أنا كده جبت أدوات على إيه؟ زاوية قايمة وزاوية كوستيلا طبعا والشنقار شغال معايا أن أنا بقدر أحدد بيه جزء بتاع المفحار طيب عايز أعمل المفحار اللي أنت عملته على المكانة قدامي دو هعمل إيه؟ قال لي أجيب ألم ورصاص وببدأ أستخدم المتر المعدني في تحديد عمق وصمق المفحار أنا عايز المفحار دو على بعد واحد سنتين هعمل إيه؟ هيسل واحد سنتين وبعديه بواحد ملي ببدأ أن أنا أحدد الجزء عن طريق الشنقار ببدأ أحدد عن طريق إيه؟ الشنقار بعد ما حددت عن طريق الشنقار ببدأ أعمل حاجة اسمه سواد علام وببدأ أن أنا أستخدم حاجة اسمها منقر ببدأ أشيل بيه المفحار بعد ما بستخدم الاستحقة أو سراء الظهر في تحديد عمق المفحار يبقى حدد كده أتكلمنا على أن أنا زي أستخدم مفحار إزاي أستخدم عملية شق وقطع عن طريق العدد اليدوية؟ طيب أنا عندي مكنة المنقر اللي عملت النقر هاستخدم بديلها إيه؟ المنقر أو الضفر أو اللينيا أو الكلام ده كله بيفرق معي كتير جدا طيب عايز أعمل حلية أعمل حلية إزاي؟ طبعا أنت مقدمكش غير أنت تكسر سوكة بس عن طريق صنفرة يدوية وممكن تعمل تثبتها في حتة خشبة عشان تقدر أن هي ما تستهلكش معك مجهود في كسر السوكة بشكل احترافي طيب لو ما عنديش حلية ممكن أجيب راوتر صغير بيبقى متاح في السوق أقدر أن أنا لأنه لا غير عنه في عملية تشكيل قطعة الأساس اللي عندك اللي أنت بتبدأ تعملها طبعا الحاجات اللي احنا نتكلم فيها دي احنا بنسهلك بنغيرك المكان بأدوات عدد يدوية طبعا احنا في المجال بتاع النجارة الأساس مجال كبير جدا استعنا فيه في عمل منضضة والحلقة اللي فاتت تكلمنا عن الكرسي طبعا هنتكلم في كل حلقة عن منتج مختلف نقدر نتكلم فيها عن عدد المستخدمة ومقاساته وإزاي نفصل الشغل من الألف الياء نتمنى أن احنا نكون أسعدناكم وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته